ازايكم؟ بعد 25 يوم ما كناش بننزل فيديوهايت غير عن فلسطين لقيت نفس ان انا محتاج اشتغل محتاج ارجع لحياتي الطبيعية وفي نفس الوقت بدعم القضايا الفلسطينية من على اي سوشال نتورك سواء بقى يوتيوب فيسبوك انستجرام تيك توك واي مكان هفضل اتكلم على قد مطار هل فعلا المطارات مكان امن؟ وليه مثلا ممنوع ان احنا ناخد معنا ميا او بيبسي او عصير معنا في الطيار يعني يقولك على الالقل 100 ملي طب لو قبل ما نطلع الطيارة وبيفتشوا الشونة بتاعتنا لقوا حاجة ممنوع تطلع الطيارة او حاجة غالية هينفع ناخدها تاني او لا؟ لو شونة اضعت خالص بيعملوا فيها ايه فقا انا هتكلم عن كل الحاجات دي دلوقتي المطار اول ما بندخله كده بنبقى تحت تأثير معين مش عارفين ليه في المطار بنتنازل عن مبادئنا وميزانيتنا يعني في العادي في حاجات مش بنشتريها لو برا المطار انا مش هشتريها بس في المطار ما عندناها اغلى انا بشتريها بس طلع ان ده كله مقصود وهم عارفين انه كنتوا هتتأثروا وهتشتروا فعادي احنا طبعيين يا جماعة بندخل المطارات وبنطلع ولا فهمين اي حاجة النهاردة هنفهم المطار اصلا تصميم المطار هم على قد ما يقدروا عايزينكوا تصرفوا في الفلوس فيه مصطلح اسمه golden hour ودي بتبقى الساعة اللي بعد اللي تشيك ان بتسيبوا الشرنط هنا وبعدين بيجيلكوا احتياج غريب انكوا تصرفوا فلوس تشتروا اي حاجة حسب الاحصائيات ده اكتر وقت المسافرين بيصرف فيه فلوس اي حاجة في السوق الحره او بره السوق الحره مياه قهوة ده اقل حاجة مع انكوا كنتوا لسه بره مطار اهو بس لا برضه انا اجيب مياه واهوة من المطار مع انها غالية طلع ان في الوقت ده الدماغنا بتبقى حاسة بالملل جدا فهم بيحطوا لكوا كراسي مريحة تحسوا بالراحة وبعدين تحسوا ان فيه احتياج غريب كده انكوا تشتروا اي حاجة وتصرفوا فلوسي وبرضه حسب الاحصائيات اكتر حاجة بتبقى في المطار هي مياه منطقيا وده بيجيبنا لسؤال هل فعلا الديوتي فري او السوق الحره هي فعلا رخيصه ارخص من بره الاجابه هي للأسف لا معظم الحاجات نفس سعرها بره وباقي الحاجات اغلى من السعر اللي بره بس ساعتها الواحد بيبعاز يعد الوقت وعاز يبسط على قد ما يدرك لانه زهقان وكمان كلمة فري ده هي ديوتي فري فكلمة فري دي بتحسسكوا اي ده ده ارخيص قوي هم اكيد ارخص يعني وكمان بيسوقوا ان هم مش بيضيفوا جمارك فبنحس ان هي ارخص فبنشتري واحنا مبسوطين مع انها ممكن ما تبقاش ارخص في حاجة تانية بتتقال ان اوعوا وتغيروا فلوس في المطار وده فعلا محدش يغير عملة في المطار عشان عمركو ما هتلاقوا سعر كويس في المطار هم اصلا موجودين في مطارات عشان يستغلوا الناس بيستغلوا احتياج الناس اللي مش عاملة حسابها مش جايبين العملة دي معاهم من بره فانا دلوقاتي مزنوق وهركب تاكسي هعمل ايه انا لازم اغير فلوس فطب تعالي بقى حبيبي انا هدفعك اكتر فهو احسن حل انكو تاخدوا معاكو فلوس من بره العملة بسوى مثلا يورو ولا دولار ولا اي حاجة حسب يعني البلد اللي انتوا راحين له او تدفعوا بالكارت الكارت بتاع بنك نيجي بقى للشنط بيحصل ايه في الشنط ونعمل ايه عشان نتفادى المشاكل بتاعت الشنط دي مثلا انتوا عارفين بقى لما بتوصلوا فالشنطة بتفضل ماشية في السيرك كده العادي ان شنطتك او شنطتك بتبقى اخر واحد فاحنا بقى بنعمل ايه عشان نتفادى من مشكلة دي احنا اخر ناس بنخش في الاتشيك ان اخر ناس بتحط شنطها فهي اول شنطة بتطلع لما بنوصل هي حركة خنيسة بس احنا مجربينها وحلوة فيه كمان معلومة ان الشنط اللي بيبان عليها انها غالية قوي او حتى لو شنطة مش غالية قوي بس معمول عليها الاستيكر بتاع قابل للتكسر اه دي مش بتتعمل معاملة خاصة على حاجة بتتعمل زيها زي غيرها هوب شيل ارمي الناس اللي بتشيل الشنط دي قدامها الاف الشنط مش المفروض بقى ايه تمسك شنطة شنطة ايه ده قابل للتكسر طب بالراحة خالص لأ هم بيشيلوا وبيرموا كمان كل ما الشنطة ما بتبقى تقل فاحتمال ان هي تقع منهم وهم بيحدفوها اكبر فاخدوا بالكو على قد ما تقدروا حاولوا الشنطة نعمة تبقى شتقيل قوي وكمان لو عندكم شنطة خايفين قوي على اللي فيها حاولوا تقفلوها بالبلاستيك كويس قوي سواء بقى في البيت او في المطار فيه ناس بيعملوا بالبلاستيك ده لان اللقفال والارقام والكلام ده كل ده سهل يتفتح يعني اللي عايز اسرق حاجة يفتحها واللي بتصير اكتر طبعا اللي هو شكله غالي و ملفت طب لو الشنطة ضعت ضعت مثلا في مطار ترانزيت مثلا لو انتو مثلا من الكاهرة رايحين المطار في اليونان وبعدين طلعين على مثلا النرويج مثلا فالشنط ضعت بقى في اليونان لو مسألتوش عليها وعدة تسعين يوم الشنط ديت خلاص بقى هما هيتبرعوا باللي فيها او يبعوها لو حد مهتم يعرف نرجع تاني للمطارات انتو عارفين ان في المطارات بيبقى فيه ناس قاعدين كده اسمهم محللين بيرقبوا وبيحللوا لغة الجسد تعبير الوش بقى حد الان حد خايف حد متوتر وحب يقرق اتفضى افرو ده انا ده غالبا بيشتبهوا فيه لو زياد عن لزوم يعني وبياخدوه كده يقعدوا يسألوه كام سؤال عشان برضو يحللوا ردود افعاله واجاباته وعلا اساس كده ياما بيمنعهم السفر ويحبسوه لو ورا مصيبة او بيسيبوه كمان حاولوا على قد ما تقدروا ما تدخلوش الواي فاي الفري بتاع المطار لانكم في الاول بتوافقوا على شروط بتاعت الاستخدام ده اللي هو احنا موافقين على اي حاجة ده وبعدين هما بقى بالنسبة لهم سهل جدا يوصلوا للبيانات بتاعتكم في الموبايل فالاحسن انكم تشغلوا الانترنت بتاعكم ساعات واحنا داخلين بقى بنتفتش وشانا تتفتش وكده فبيلاقوا حاجات مش مسموح ان احنا نعدي بيها فالدول متقدمة تقدروا اتخذوا الحاجات دي تاني تقولوا لهم ابعتوا الحاجات دي على البريد وتوصل لي على البيت بس مثلا من الحاجات اللي ما ينفعش تعدي السوايل الاكتر من 100 ملي فال2006 بريطانيا عرفت توقف عملية ارهابية كانت هتحصل متطرفين حاولوا يفجروا رحلة جواية طيارة وهي ماشية كان هم هربين سوايل بتنفجر جوا قلبة بيبسي فمن ساعتها وهم في العالم كله ما بيسمحوش بالسوايل تطلع على الطيارة اكتر من 100 ملي اكيد برضو تسألتوا وانا كمان بتسأل يعني دايما انا دايما بزاد في مطار الكاهيرة بعد افكر هو عمر دياب بيدخل من الباب اللي احنا بندخل منه ده معرفشش معنى عمر دياب يعني بس ده اللي بيجي بالي يعني هلو هو بيقف في الطابور ده وبيعدي زينا كده بس سيبكوا يعني من عمر دياب هل مثلا المشاهير زي الهام شاهين ونبيل عبيد بيدخلوا في نفس الاجراءات اللي احنا بنعدي منها دي هو اكيد لا لو ما عندهمش طيارة خاصة اهم مش مقجرين طيارة خاصة هم بيبقى عندهم صالة كده لوحدهم بيبقى فيها كل الاجراءات دي بتخلص من هناك مش من عندنا احنا خالص واصلا ما بنحسش انه هم عالطيارة اصلا بيطلعهم من باب تاني كده احنا مانناش دعا بيه الكلام ده في بلاد بر مش عندنا فانا مش عارف هنا بصراحة في مصر مثلا الهام شاهين ونبيل عبيد بيعملوا ايه انتو عارفين كمان موضوع وقت الرحلة اللي بيبقى مكتوب على التذكرة ده مش حقيقي مش دايما بيبقى حقيقي يعني مثلا من القاهرة للمغرب للرباط مثلا بيبقى مكتوب خمس ساعات بس في الحقيقة هي بتبقى اربع ساعات ونص فهم بيزودوا من عندهم شوية كده عشان يعملوا حساب التأخير حسب السنة اللي فاتت من ثمنمية وخمسين الف رحلة لا ان خمسة وعشرين في المية من الرحلات دي بتتأخر فهم بيزودوا من عندهم شوية كده بدل اربع ساعات ونص يخلوها خمس ساعات عشان يبان ان شركة الطيران دي محترمة وملتزمة كمان الطيرات مبتركنش في المطارات ببلاش ده ايجار اللي بينزل ده بيدفع فلوس شركة الطيران بتدفع للمطار ده طبعا في الاخر يعني بيتخب مننا احدا من فلوس التذكرة بس كده قلولي ايه اكتر حاجة انتو شايفانا غريبة قوي من اللي انا قلتو ده متسوش تعملوا لايك وشايروا سبسكرايب واستنوين في الحلقة الجامل بسوية